أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلمانية الطبي بأن الدراسات أثبتت أن دواء باكسلوفيد المضاد لكورونا يساهم في تقليل الحاجة لدخول المستشفيات والعناية المركزة وتقليل أعداد الوفيات مبينة أهميته لعلاج الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عاما فما فوق والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة وأوضحت سلمان بأن الدواء متوفر في مملكة البحرين وهو ضمن البروتوكول العلاجي حيث تخضع الحالات القائمة في مملكة البحرين لتقييم شامل وأشارت سلمان إلى أن الكوادر الطبية في مملكة البحرين أثبتت كفاءتها في التعامل مع الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاجة ويعد دواء باكسلوفيد من الأدوية الحديثة التي تأخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس وقد أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استخدامه منذ يناير من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر